هنبدأ كده باسم ده أنا هخلي الدفاع في آخر الحصة لإن أنا عايزة أبدأ بالفرب ده وأنا قلته الحصة اللي باتت بس عايزة أقارنه بالفرب تاني أشوف ده استخدامه إيه وده استخدامه إيه الفرب الأولاني اللي هو فيغ بفاغ اللي أنتوا سمعتون النهاردة ما شاء الله كانت أسميه حلوة قبل فيغ بفاغ معناه يعمل أو يفعل أو يمارس طيب الفرب ده مرتبط جدا وبيحب جدا حرف دي بيحب جدا حرف دي يعني أول ما تشوف فيغ فتكر الميسي بتكتبها دي فيغ ده طيب يا طرد دي دي هتتكتب كده يا ميسي يعني أنا بمارس كرة القدم أنا أمارس السباحة أنا أمارس لعبة التنس أو رياضة التنس أكتب ده لأ بتتشكل وبتتغير حسب إيه والله حسب نوع الرياضة ونوع الكلمة اللي جاي بعدها لو الكلمة اللي بعد فيه صح صح معي جاي تكون نوع رياضة مذكر هحط دي طب ولو هي رياضة مؤنس هحط دولا وإحنا أصلا عارفين إن أداة المعرفة اللي هي أدوات المعرفة كانوا له للمذكر لا للمؤنس إلا بستغف للمذكر أو المؤنس سل المفرد المبدوء بمتحرك وليه للجنب دي كده في جنب دي كده أدوات المعرفة دول بيسوي الألف واللين طيب شمعنا يا ميسي بتقول يوم دلوقتي إحنا في أدوات تانية عشان أفكرك إن الأداة المذكر أخدت دي مختلفة كده طب المؤنس دولا دي واخدت فعلا اللا بتاعت المؤنس طيب المفرد بقى المذكر أو المؤنس المبدوء بفويل حنبدأ نحط دي إلا بستغف عشان بقى جاي متحرك وإحنا عارفين قصة المتحرك لما بيجي بعده أي حاجة متحركة بيفضلوا يعملوا كده فبنعمل إيه؟ فبنحول اللا أو اللا إلى إلا بستغف هناخد بضمبل عليهم آخر حاجة الجامعة كله بياخد دي وخلي بالك لما قولك كلمة الجامعة كله يبقى إيه؟ يعني جامعة مذكر جامعة مؤنس جامعة اللي هو بادئ بمتحرك جامعة بادئ بتاكن الجامعة كله شو نوع إيه؟ نوع إيه كلمة جعلة تمام؟ تفضلي يا ملك قولي سؤالك هي الدوق الأبوسترو بتتنادي إزاي؟ الدوق الأبوسترو بزاي ما أنت نتقطيها بس هنشوفها لما يجي بعدها الكلمة ماشي؟ طيب فأنا عندي هنا يا ولادي بأنا كام أداة بييجوا بعد ذاق بفير؟ أربعة يا ميس ليه؟ أربعة متقسمين دايماً التقسيمة دي هتلاقوها في أسعال كتير وفي أدوات كتير جداً في الفرانسية أول ما قولك أدوات يا إما حتطلع على إيدك كده تلاتة أو أربعة ساعات بيبقوا تلاتة وساعات أربعة ليه؟ عد معاه كده؟ عدوا على صدق أول حاجة مفرد مذكر ثاني حاجة مفرد مؤنس ثالث حاجة مفرد مذكر أو مؤنس بس تبادئ بفويل اللي هو المتحرك وآخر حاجة رابع حاجة الجنب حتى أدوات المعرفة برضو هنا بصوا كده؟ برضو كانوا أربعة مفرد مذكر مفرد مؤنس مفرد مذكر أو مؤنس بس تبادئ بفويل وليل الجنب فدائما الفرنسيه بيحب يعدي قسم التأسيمة دي بتعمل ايه عام الفرنسيه؟ مشوف نكش من زمان قاعد بقسم يمس بقسم أدوات بيهتم جداً بموضوع المذكر والمؤنس غير العربي وغير الإنجليش بياخد مثلاً ألف ولم وحدة لكله بياخد أدوات مثلاً ممكن العربي مفهوش ناكرة الإنجليش فيه أدتين ناكرة وخلاص لكن الفرنسيه بيقسم أول ما قولك بيقسم؟ آه يبقى مذكر ومؤنس ومتحرك في المفرد وإيه؟ وجمع طب خلينا نشوف الإجزامبل اللي هي اللي حتفهمنا القصة دي أكتر شوي لما قول هنا طيب هو في الامتحان حيروح شاير ويقولك اسمهم أختيك لبخت فهو حيقولك شوزي اختار بس أنا بعرفك الأدوات دي اسمها أدوات تجزئة طيب أنا حفكر كلمة طبعاً الكلمات دي مش جاية هنا فوق خلي بالك الكلمات الرياضات مش جاية مش جاية طيب أعمل إيه؟ حتحفظ الأمثلة دي مش بقولك أن أنت تحفظها انت حتى لو عرفتها بالعربي حتعرف تكمل يعني احفظ معي كده كلمة الفوتبول مذكر الموتو اللي هو الموتوسيكل إحنا عندنا في العربي مذكر لا هو مؤنس بالفرنسيه الموتوسيكل اللي إحنا بنركبه بنركبه ده ده مؤنس بالفرنسيه عشان كده أخذ دولا طيب هنا معناها أنا بمارس الموتوسيكل ولا بعمل الموتوسيكل لا أنا أمارس رياضة ركوب الموتوسيكل هنا قلنا أن كلمة الموتوسيكل اللي هو اسمه موتو كلمة إيه مؤنس ماشي كلمة الدراجة برضو على فكرة الدراجة أقصد مذكر بل اتنين دول عكس العربي يعني احنا عندنا الدراجة كلمة مؤنسة منتهي حتى بالتقل مربوطة والموتوسيكل ده حاجة مذكر الفرنسيه عكسهم يعني لما قابلك بعد كلمة بعد كده كلمة الدراجة مؤنس أو يبقى مذكر في الفرنسيه الكلمتين دول بالتحديد مش كل حاجة بالعكس طبعا الموتوسيكل مؤنس والدراجة مذكر طيب حاجة عند الرياضة الفرنسيه طب بصت كده هي مفرد ولا جمع مفرد يا ميس ما فيش الساب جمع ولا حاجة طب بص على الأول حرث أو حرث الأو والأو فعلا بويل متحرك يبقى حد أحط طيب الكلمة دي لو قلت لك إن هي مؤنس طب نفكر كده إن احنا نحط كلمة مذكر أقصد أقصد نحط دي ونحط بعديها مش حينفع لإن الأو المتحركة مع الأو المتحركة حيحصل خنيئة فنحل لها الزي طيب فبقت اسمها الفي دي لا كويتاشيون الفي دي لا كويتاشيون أنا عندي المقطع اللي هو دا الأخرين أو في الإنجليش بنقوله لأ في الفرنسي بنقوله طيب آخر الرياضة عندي أنا جايب لي بقى لإيه أنشطة الرياضية بقى ها هي بتمارس جميع الأنشطة الرياضية يبقى مفرد ولا جمع جمع ياخد دي حد حيقول لي إيه دا يا ميس دا فيه هنا حرف متحرك طب ما أنا عارف طب نحط أباستروف ليه هي مفرد لأ فعلا دي جمع دي جمع يبقى الجمع كله بياخد دي مالكش دا وب نوع الكلمة اتفقنا؟ يبقى دا سؤال دا سؤال دا سؤال دا سؤال دا سؤال دا سؤال سوف كده شكل الأسئلة اللي بتيجي على فيغ بس قبل ما أشوفها الأول اللي عايز أخلص الفيرب دا بعدين نشوف الأمثال اللي بتيجي على الاثنين إحنا قلنا فيغ فوق معناه إيه؟ معناه يعمل أو يفعل أو يمارس فهو جايلي في المنهج بالمراضي بتيجي إن أنا بقى أمارس وبعده رياضات أو اي نشاطات تماما طب وما الفيغ بجوي الله؟ دا فيغ بجوي بيحب حرف دي برضو آه بس الفيغ بجوي دا مقطر شوي هو جايبه لي في الدرس دا وفي الترم الأول دا إنه بيجي بعده حرف دي إيه يا ميس هي هتتغير؟ لا هي مش هتتغير لما حاجات تانية مع الرياضات رياضات إيه يا ميس دا فيغ بفيغ فوق اللي أخذ الرياضات ماشي أوكي طب فيغ بجويه أخذ آلات موسيقية عارفين في الإنجلش بالضبط لما يقول بلاي بيانو بلاي جيتار؟ الله مش معناها بيلعب معناها يعزف صحي كده؟ لما قولك I can play piano أنا بعرف إن أنا أو أنا أستطيع إن أنا أعزف على البيانو يبقى إيه؟ يبقى معناها أعزف يبقى لما يجيلي طب سواني أشوف سؤال آدم كده بص يا أولاد آدم بيسألني بيقول لي يا ميس هيسمعها إن موتو سؤالك حلو قوي جميل إن موتو طب لما يجيب لي آدم يقصد كده بقى قدم يقصد لما تيجي في الامتحان سؤال هقول له أعمل كده إن موتو على طول إن موتو ما ينفعش ليه يا ميس طب ما هي اللي أنا كتبادة طب ما هي يا ميس إن موتو لا هي إن موتو لما تكون كلمة لوحدها ده اسمه إيه؟ إن موتو كسكو سي إن موتو كسكو سي يون جيتار كسكو سي أن ساكسوفون طح؟ ده اسم الحك لكن الفرب ده مش عايز اسم الحاجة عايز معها أداية آدم يعني أنا أمارس هقول أنا أمارس وحط الكلمة ناكرة أنا أمارس دراجة بخارية أو أنا أمارس موتو سيكري لا بأنا أمارس ركوب الدراجة البخارية أو ركوب الموتو سيكري عشان كده الفرب ده لو فيغ بفيغ ارتبط بحرفة دي وصلت يا بطل ها يبقى أنا بكتبها إمتى إيه الموتو فعلا يا ولاد وإمتى أكتب دولا موتو ماشي؟ والله يا نيس وإمتى أكتب وإمتى حيحط دلوقتي مع فيغ بجوه اللي هو يلعب إمتى أحط ده وإمتى ده لو قال لك كسكو سي ما هذا كسكو سي هقول له طيب إمتى حط دو ودولا لما يكون فيغ بفيغ موجود اتفقنا نيش العافي حبيب طيب هنكمل هنا فيغ بجوه جوه برضو الحمد لله إنه هو السنة دي جايبه لك بالشكل ده لأنه بيجي في منهك تانية بيجي بقى مرة معاه دي ومرة معه حروف تانية لا هو اتفق هو وفيغ المرة دي على نفس حروف الجار دو ودولا ودل أبوستغف ودي طب هو معناه إيه هو معناه يلعب بس مع الألات الموسيقية بقى معناه يعزف طب لو أنا عايز أقول أنا بعزف على البيانو أو أنا بعزل البيانو هتبقى جي جو دو بيانو آه جي جو دو بيانو طب إحنا ليه حطينا هنا دو يا عائشة يعني اخترنا الدو دي على أساس كلمة بيانو دي نوعها إيه آه بيانو يعني نوعها مذكر ولا مؤنس ولا بدء بفويل ولا إيه ودو أسم المفرد المذكر المفرد المذكر طب يا كلمة لوحدها اسمها إيه البيانو ده اسمه إيه لما كنا بناخده بأدوات النكرة كان اسمه آه ولا إن؟ أم بيانو ولا إن بيانو؟ آه كان اسمه آه آآآ آن بيانو شكتورة جميلة تغيبيا ايوه شكرا يا عائشة شطورة لو انا حافظت كلمات كويس مذكر ومؤنس حافظ ان فيانو كانت كلمة مذكر وكلمة جيتار كلمة مؤنس وكلمة دي كلمة باد أبو فويل حابدأ احط الادوات بمنتهى السهولة تمام طيب بالكزنبل الاولاني اللي هو ايه حاضر كلكم هتجاوبوا دلوقتي انا بعزف على البيانو يبقى حطي الادو لان كلمة بيانو مذكر طيب الجيتار لا الجيتار ليس كلمة مؤنس انا كنت احافظها ان جيتار عشان كده حط لها دولا يبقى دولا المذكر ودولا للمؤنس طيب يبقى الجو دولا كورديون هي بتلعب على الاكورديون نحن مغالب العرض الاكورديون حطينا دولا فوستوف لان الفغب ده بادئ بحرف الفويل انا لو عرفت ان دولا المذكر دولا للمؤنس دي اللا بوستوف للمفرد المبدوء بالفويل وده للجامل بصوا كده شكل السؤال ده يا ولات هنا جايب بفير وجويه هو جايبهم متصرفين جهزين بس فيه نقطة انا عايزة شوف الكلمة اللي جاية هتاخد فغب جويه بمعنى يعزف لما بيكون معاها آلة موسيقية ولا فغب فيغ بمعنى يمارس ويكون جايب بعده لعبة رياضية طيب يلا قوليني يا ملك اول سؤال هنا بقول لي جو سباس دو بيانو هاختار فيه ولا جو 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 عشان جايب بعدها ايه ليه اختارتيها جايب بعدها دو معناها ايه عشان جايب بعدها ايه ملك علي صوتك شوي عشان جايب بعدها دو لا طب ما هو فيغ برضو بياخد دو يا ملك مش هو ده السبب طب ما فيغ بفيغ بياخد دو عشان بيانو مذكر ايوة لا مش عشان بيانو مذكر لا طب قول لي كده يا ابراهيم يسترب احنا هنا ليه اختارنا جويه او جو بقى بمتصرف جيه جو وما اختارناش فيه اه اوكي احنا علشان احنا بنقول اه انا اعزف عالبيانو ايوة بالزبط عشان بصو بصو رد اقول لي حبيبي كامل انا امارس عالبيانو بزا عبط الله ينور عليك الوقف تنفع مدرس يا ابني انا وقتلك الكلام قد من زمان بصو يا ولات هنا هقول انا بعزف على البيانو مش هقول زي ما ابراهيم قال فعلا مش هقول انا امارس البيانو يبقى فيغ بفيغ بيمارس رياضة فيغ بجويه فيغ بجويه بيعزف على اله يبقى لما شوف ادوات موسيقية او الات موسيقية هروح على جوه اللي هو بيعدف طب لما شوف رياضات او العب رياضية يبقى اروح على فير طيب يلا عائشة السؤال اللي بعد كده رقم اتنين نمرو دور يا ترى هنختار في ولا جوه? وفي الاخر هقولوكم ملاحظة على جوه. هتبقى فيه شطورة ليه اختارت فيه? ليه اختارت فيه? عشان اه لموتو اه مؤمن اه 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 او ديالة. رياضة. رياضة بالزبط كده. تمام يبقى اختارنا فيغ اللي هو ايه اللي فيده لموتو يعني هو بيمارس رياضة ركوب الدرجات. هو بيركب الموتوسيكلة اصد درجات البقرية اللي هي الموتوسيكلة. تمام? طيب ليه اختارناها? لان يمس في غد فيغ اللي بيجي بعده رياضات بيجي بعده الالعاب الرياضية كلها. لكن جوه بيجي بعده الايه? الالعاب الموسيقية. طيب يلاي ادم اهل اسباز دول اكورديون? ايه مس? رقم تلاتة حبيبي هنا اه هو بيرك رقم السؤال هنا. ايه اللي حتاخد فيه ولا جوه? ايه لاتاخد فيه ولا جوه? اه. شوف كلمة اكورديون. دي معناها ايه اصلا? اه. يعني دي لعبة رياضية ولا دي آلة موسيقية اقصد? اه. دي كده. آلة موسيقية. صح. يبقى مين اللي بيعزف فيه ولا جوه? لا فيه يا مس. يا راجل يا راجل. اه جوه. يبقى جوه. بص يا ولا جوه زي تو بلاي بالضبط في الانجلش. يعني بصوا عارفين فيه او انا هكتبلكو كده في الانجلش او. انا عارفة انت ثقافتكو انجلش يعني. زي فيرب تو دو. طب وده زي فيرب تو بلاي. طيب انا في الانجلش او. سيبك من الفرنسي دلوقتي لو فهمتها انجلش هفهمها فرنسي. انا هقول انا اعمل الاكورديون ولا انا باعزف على الاكورديون? طيب انا باعزف. طب هنا. انا انا باعزف. انا هقول انا بعمل او امارس او افعل ما وفير بتدوه برضو معناه كده. البيانو ولا انا باعزف بالبيانو? انا اعزف على البيانو. يبقى يعزف. اللي هو جوه. زي تو بلاي بالضبط في الانجلش. طيب يلا يا سيف. نمرو. اه كاتر. اوضح لك الصفح اهي. جن اسباس دو فيولون. اوكي. مس يعنيه فيولو? فيولو ليه قالت الكمانجا. هي مش موجودة في الكلمات اللي فوية اولاد? اوكي. جو. لو اني كده اتأكد بس. لو مش مكتوبة عشان ابقى اضفالكم في الكلمات. لا مش موجودة فعلا. ماشي. يبقى حتكون ايا سيف? جو. جميلة غفية اللي اخترتها. عشان هي الا موسيقية. بالضبط. جميلة غفية. الا موسيقية جو. لعبة الرياضية فيه. حلوة الاغنية دي? يبقى الا موسيقية جو. او جو ايه بقى المصدر? حيتشكل بقى جي جو تيجو اي باي ببطة. طيب لعبة الرياضية فيه. طيب انا عايزة مين يجاوب لي هذا السؤال? يلا يا. ايمان. لما اقول لك. انا حساعدك عشان انت مخضر فيش الحصة اللي فاتل دوفيلوم عناها الدراجة. هتختار لها فيه ولا جميلة? فيه. فيه شطورة ايمان. ليه اختارنا فيه. لان يمزي لعبة الرياضية. شكرا حسي فيه للماء. شكرا ايمان. يبقى هنا برضو كلمة الدراجة. بختار لها فيه. فيه بفير. يفعل او يمارس. يمارس ركوب الدراجات. الموتوسيك. ركوب الموتوسيك اللي بقى فيه دولاموتو. لكن الثلاثة البقين دول دي ادوات موسيقية. يبقى مين? مين اللي حيزف عليهم فيه بجويه? اما اللي يلعب ويعزف عليهم. انا هنا عايزة اعمل جايب لي كوم. انا عايزة عائشة الاول هتقول لي معاني الكلمات دي بس. هتقول لي معاني الكلمات. عشان احنا بعد كده نخطوها. كوم يعني يا عائشة. كوم. كوم يعني ايه? مثلة. مثلة. طيب. وقعدة في رب ايه? تعرفت وليلي? اه? اه? اه. ده برب ايه? ده برب متصرف كده برب ايه ده? اوه. شياري. طيب اليل دي معناها ايه? ايه? اليل ده معناها ايه? اليل? اه ايه دي معناها ايه? يعني هو. هو شطورة. الديو دي اداتك زقع. بتيجي بعد فاغ او جوي. طيب روج اللي هو اللون الايه? روج اللون الاخر. نعم نشوف هنعيش قطر حيلك. هنبدأ بقع ايه? نختار اللي يحل معنا. يلا يا رضينا اول سؤال. لما قل لي سباس ايه انجرسون? ايه? هنختار هنا ايه? ايه انجرسون? ايه انجرسون? طيب قول يا ادم هنحط هنا ايه في اول سؤال? ايه? جميل يا ادم تريبيا. هنحط ايه? اه عشان اه عشان الاخرسون ده بلد. بالزبط عشان جرسون ده ولد وعشان الايه كمان متصرفة مع الايه. والان. والان. صح والان كمان شطور يا ادم ما شاء الله. يبقى ايه انجرسون? عشان كده حطت ايه ليه? صح هو يكون ولد شطور يا ادم. طيب يلا عالية. تفتكري هنختار ايه بص? اللي هنختارها? هنعمل لها كده ايه شاس? طبعة. هتكون ايه بابا? اللي هو اسمها اه بقى مش هنقول ايه. اه. اه. انت عندك كم سنة? قولي يا سيف هنختار هنا ايه في الاكزامبل ده? دو. دو جميل تغبيا. يبقى هنا الجو دو ساكسوفون. هي بتعزف على آلة الساكسوفون. يبقى حطينا اداة التجزئة المزبوطة. طيب يلا يا ابراهيم. اه لا تغس ايه? اللي احنا عملناها هنشطب عليه خلص احنا اتخدمنا دي. اتخدمنا دي. اه. اوكي روجي. جميل يبقى اديها لون بالزبط كده. يبقى المقلمة بتكون حمرة لونها احمر. اخر حاجة انا عارفة ان هي محلولة بس عايزة حدي حلالي ويقول لي معناها ايه? قولي كده يا ملك اخر اخزامبل هيكون كم. طب تعرفت قولي معناها ايه? جو مخشو كومنتو اختيو? ولا صعبة عليك ايه? اه 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 مخشو معناها ايه? يامشي انا امشي اه اه انا امشي اه ام اه كم معناها زي السلحفة. تطورة غبية مثل السلحفة. بالزبط كده. يبقى انا امشي مثل السلحفة. اول سؤال. لما اقول لك كنا اش اصلا يا ولادي يعني اوض وان اوض. نحذب الكلمة المختلفة. لما اقول ما اخشي فاغ جووة دونسي. لأ فاغ. مم شطورة غبية ليه حزفتها? انا انا اشارب فاغ دي بالعربة ما هيعمل. نا هي مش عشان معناها بالعربة. ومش ده السبب. عارفة. اه. بس ما حدش اتكلم في دول التاني. لأ هي مش ده السبب يا ادم. بص كده على الافعال دي يا ادم. انا عايز ادم اللي يعرف الاجابة. بص كده الفرب ده ايه? او ده مجموعة اولى منتهب او ار. وده كمان ايه? تماني ادم? اه. طيب ده كمان فرب ايه? مجموعة اولى. وده كمان ايه? رد علي. صح. طب ده زيهم منتهب او اغ? لا ده منتهب او او. يبدل المختلف. اه كلهم افعال يمس كلهم برب. طب ايه المختلف? المختلف ان التلاتة دول مجموعة اولى منتهين بال او اغ? طيب ده? لا ده مش مجموعة اولى. طيب يلا ايمان. كي كل كمان او اغانج. ما? انا مش سمعيكي ايمان. طب يلا يبراهيم. هنحذف هنا ايه? اوكي هنحذف او اغانج. يميل ليه حذفتها? علشان ده ده لون. ده لون لكن كل دول ادوات استفهان. يميل شطور. شطور. يلا يا عالية. نانجي تيغر تورتو دراجو. تبقى ايه المختلفة? نانجي شطورة. لان يمس ده فرد يعوم لكن ده كلهم حيوانات. النمر والسلحفة والدراجو اللي هو الوحش. طيب. يلا يا حالة. جو تو المغون. المغون. مغون شطورة. لان كل دول يا ميس بغنو ده موقر شخصية لكن ده لون. طيب يلا يا سيف. ايه? افواغ ايه? حالو السؤال ده? اوكي. افواغ. طح ليه اخترت افواغ? عشان هما كلهم اصلا بير بيطر. بالضبط عشان كلهم بير بيطر وحاجة تاني كمان. كلهم افعال مصرفة لكن ده مصدر. ده يأبور ده مهو. تمام يا أولاد. كمشتبه بيطر. ده مهو. ده مهو. ده مهو. ده مهو. ده مهو. ده مهو.